اشتركوا في القناة 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 المغربي اليوم كذلك علمنا بأنه على مستوى قطاع حوزة كانت هناك أقصاف شديدة يعني تحدثت عدد من المصادر على أنه طائرات الاحتلال يعني الطائرات الحربية تناقلت إلى المكان وكان هناك استنفار على مستوى جيش الاحتلال المغربي على مستوى حوزة بسبب شدة الأقصاف التي نفذها مقاتل جيش التحرير الشعبي الصحراوي كما شاهدتم كذلك في التطورات التي تحدث في المنطقة ما علنته الجزائر هذا اليوم من كشف ما اسمته مخططا إرهابيا كان سيؤدي إلى عمل مسلح داخل الجزائر واتهمت عددا من الأطراف بمن في ذلك نظاما سياسيا في شمال إفريقيا يعني بالتأكيد يعني تتحدثوها عن المغرب وتتحدثوها عن الاحتلال المغربي هذا الموضوع يعني عزز بمجموعة من الشهادات لأشخاص قدمتهم يعني وسائل الإعلام الجزائرية على أنهم مشاركين أو كانوا يخططون لهذه هذا العمل الإرهابي داخل الجزائر إلى حدود إلى حدود اللحظة يعني نظام الاحتلال المغربي لم يعلق على هذا الموضوع على الأقل بشكل رسمي إذا نعود إلى موضوعنا لأنه هو موضوع الخطر الذي ذهب به نظام المخزن وحمل به الشعب المغربي في الآونة الأخيرة كما تعلمون في موضوع التطبيع لأنه موضوع ضبابي حقيقة يعني ليست فيه أي أمور واضحة جدا أول شي نظام الاحتلال المغربي لم يستشر مع الشعب المغربي في موضوع التطبيع يعني لم يقوم النظام المجدرم في المغرب باستفتاء الشعب المغربي ولا بإطلاق استشارة ولا بالترويج لموضوع في وسائل الإعلام الرسمية ولا أي توسيلة أخرى من وسائل التشاور مع الشعب لأن هذا موضوع يهم الشعب لا يهم فقط من يقود الزريبة في الوقت الحاضر طحنت إرادة الشعب المغربي كالعادة يعني كل من خرج ضد التطبيع فإنه قد وجد نفسه في مواجهة العاصة المخزنية كل من قرر أن يخرج إلى الشارع في الرباط أو في مراكش أو في الدار البيضاء أو في أي مكان من المغرب وفي طنجة كذلك إلا وجد نفسه أمام العصة المخزنية التي تمنعه من التظاهر ومن التعبير على رأيه لرفضه للتطبيع وطبعا كل من يسبح للتطبيع وكل من يغازل المخزنة على موضوع التطبيع فإنه قد فتحت له الأبواء بواسعة لدرجة كما شاهدتم بأنه في مراكش في إطلاق الرحلة الجوية التي ربطت بين تل أبيب ومراكش شاهدتم كيف يعني شاهدتم كيف أتوا بوسائل الإعلام المخزنية إلى المطار وصوروا الحدث وقاموا تصوير الحدث ونشروه ويعني قاموا بالدعاية له بشكل كبير جدا إلى درجة أنه لكون بارس الذين استعملوهم في هذا الموضوع اللي هما سيدتان واحدة جابوها من فرنسا واحدة جابوها من سويسرا للقيام بهذا الموضوع داخل مطار مراكش لمنارة فرقصتا وطبلتا لخطوات المخزن ووحدة كذلك يعني لبسوها الملحفة لبسوها الملحفة صحراوية باش كذلك يكذبوا على الشعب المغربي باش طبعا وسائل الإعلام تروج أنه هذه صحراوية ومع التطبيع وهذه كلها أكاذيب المخزن لأنه قد تكون هذه السيدة عندها موقف خاص بها من موضوع التطبيع هذا حقها لا يمكن لأحد أن يصادره لكن أن تتجنع على الصحراويين وتلبس لباسهم وتقدم نفسها على أنها تمثل الصحراويين وأن الصحراويين مع التطبيع فذلك هو الذي لن يقبله أي صحراوي من حقها أن تطبيل لنفسها وأن تتخذ موقفا لنفسها ولكن لا أعتقد أنه كان شيء صحراوي لا يسمح له على أنها تلبس ملحفة وتأتي إلى حدث مثل هذا للترويج لغير الحقيقة لأن المشكلة المشكلة ليست في الترويج لأمر ما ولكن لا يجب أن يكون هناك ترويج للباطل لا يمكن أن ترويج للباطل روج للحق لكن أن تجي وتتجنع على الإنسان الصحراوي وتلبس لباسه وتأتي إلى حدث ده يتفق مع الصحراويون وضد الصحراويين بل ولا يخدم مصلحة الصحراويين وتقوم يعني بذلك فالأمر غير مقبول جدا انصرم الأمر وظهرت الحقيقة وتوقفت الرحلات وراكم عارفين يعني إلى أين انتهت تلك المقالات لأنه ما بني على باطل فهو باطل لكن دعوني أقتسم معكم أحلى المقال مهم جدا لفهم الشياطة الشياطة التطبيع اليوم في المغرب لأنه بقيت فقط الشياطة اليوم اليوم المخزن بين يديه الشياطة التطبيع ما عنده تطبيع التطبيع بين يدو ما وخالك لأنه لم يربح أي شيء في موضوع الصحراء الغربية ما قد يفتح بذلك قنصولية في الداخل المحتلة ولا قد يحقق إنجازات على المستوى الدبلوماسي الدولي حتى بالدعم اللوبيات الدولية الموجودة خصوصاً على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى هذا الترويج الإعلامي لم يستفيد منه أي شيء لذلك الشياطة مخزن بقيت له الشياطة الآن بين يديه الشياطة وهذه الشياطة هي اللي دفعتني لقاصمة معكم هذا المقال الذي يتحدث عن إعلان ما يسمى بقائم الأعمال أو القائم بالأعمال الإسرائيلي في المغرب الذي أعلن في تدوينه ضد كل الأعراف الدبلوماسية في العالم أعلن أنه عين سفيراً لإسرائيل لدى المغرب ألا ما قد تشوف شيء سفير شيء شخص يعلم يعلن نفسه سفيراً وسلطات ذلك البلد لم تعلن رسمياً بأنه سفير ولكن تعالوا تشوفوا شكاين في الكواليس لأن المقال يستند على ما شاهدته الصحفية الشامة ذرشول اللي هي الصحفية مغربية وكاتبة صحفية مغربية وقريبة جداً من المطبخ الداخلي لموضوع التطبيع قالت في مقال أنه في السادس عشر من مارس 2021 في السادس عشر من مارس 2021 يعني نتحدث عن بداية السنة كنت رفقة ديفيد جوفرين أحضر معه أجوبة الأسئلة التي بعث لي بها صحفي هيسبرس عبدالرحيم العسري والتي كانت أسئلة ممتازة وهنا أفتح قوس الحوارات الصحفية الناجحة هي اللي عود فيها عنصر التشويق يعني أول شيء يكون الضيف مقتنع بقدراته وقادر على الإجابة على أي سؤال حتى وإن كان سؤالاً محرجاً والصحفي كذلك يجب أن يكون على قدر كبير من الكفاءة بالدفاع أقول بالدفاع عن حقه في أن لا يفسح عن الأسئلة التي سيوجهها إلى ضيفه يعني كان من الصحفيين المطاحيين الذي يقول له الضيف لا أرسل لي الأسئلة إن لم نرسلك الأسئلة لنت حوار مات لحوار مات لحوار لأنه أنا أريد أنا أريد أن ننتر منك معلومات مفيدة للشعب لما نحضرك أنا ونعطيك كل أدوات الاشتغال عندك صحفي وأنت كذلك توجد كل أدوات الدفاع عن نفسك مات لحوار مات لأبداً حوار لذلك هون يعني باين أنه لا يستطيع الإجابة على كل الأسئلة يعني متخوف من بعض الأسئلة لذلك أشغال خاصوا الأسئلة بشجراهم ربما يرسلهم إلى جهات أخرى وحدلوا كذلك الجواب وبالتالي ما كان لا حوار ولا أسئلة ولا أي شيء ولا هس بريس ولا الحس بريس ولا هس بريس ولا الحريرة بريس ولا بططة بريس لأنه ما كان البرس رأي معروفة بريس كان البرس ما بريس وهس بريس ودبوس بريس وبططة بريس وماطيشة بريس هذه ما ثلاثة بريس ورغم أن ديفيد حاول التهرب لعما هي تتحدث عن القائم بالأعمال في الإسرائيلي في المغرب تقول ورغم أن ديفيد حاول التهرب في الرد على أسئلة تخص قضية الصحة كما سبق وفعل مع حمزة حشلاف في الموقع دوزام والشرقاوي من أصوات مغاربية بسبب اقتناعه أن مسألة الاتفاق الثلاثي نفعل نظركم لماذا لا يستطيع أن يجيب على موضوع الصحراء الغربية شنو المانع؟ شنو المانع إذا كان مقتنع بموقف معين وهم يدعمون ويعدنون بأنهم يدعمون يعني بالواضح يقولون بأننا نحن موجودين هنا لدعمي المخزن في هذه المعركة احتلاله لأرض الصحراء الغربية إذن لماذا لا يمتنع عن الإفصاح عن موقفه بشكل مباشر؟ هذا هو الذي يقوم به المخزن يعني المكر موجود في المخزن وعدم الانسجام مع الذات وعدم القدرة على الإفصاح عن المواقف والمبادئ وتحمل المسؤوليات لأنه أحيانا يجب أن تعلن عن مواقفك وتتحمل المسؤوليات ولكن رغم ذلك يبقى موقفك موقفاً وموقفك له قيمة وإن فعلت العكس فلا قيمة لك ولا قيمة لموقفك ولا قيمة لأي رأيين ممكن أن تصدره بعد ذلك إذن هو يسر على أنه ما يجاوب على سؤال الصحراء الغربية خوفاً من أن ربما يعطي موقف يختلف عن قيادته في إسرائيل وراكم شاهدت آنذاك أنه في عز موضوع التطبيع والإعلان عن التطبيع قام ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بن يامين نتنياهو بإعلان يعني بنشر فيديو يتطمن خريطة العالم وفيها الصحراء الغربية ما فيها لا تنجر القويرة ولا الوحدة الطرابية ولا تنجر ولا تنجر مهندك تخربيق العياش إذن يقول بسبب اقتناعه أن مسألة الاتفاق الثلاثي كانت مجرد كلمة للاستهلاك الإعلامي اتفاق الثلاثي يعني فقط الاستهلاك لشعب الكوليخ شعب الكوليخ وهنا أفتح قاوس باش نوضح لوحدين يعني هناك بعض منهم يرسل لي في الخاص يقول لي نحن نحترمك ونقدرك ولكننا لا نقبل أنك تقول لنا شعب الكوليخ أنا لا أقول لك شعب الكوليخ أنا أقصد شعب الكوليخ هو الشعب الذي يصدق الدعاء المخزنية الذي يعني يستعمله المخزن في معركته لنهب ثروات الصحراء الغربية والسطو على الصحراء الغربية أنت إذا كنت تعتبر نفسك والله وجدت نفسك في هذا الموضع فإنك كذلك أنت معني بهذا الكلام لكنني أنا لا أقصد الشعب المغربي لأن الشعب المغربي ما شاء الله ممكن في يوم الأيام أن يشغل عقله بما فيه الكفاية وسيعلن موقفه الثابت أو المتغير من الأحداث التي تجري إذن يقول بسبب اقتناعها أن مسألة الاتفاق الثلاثي كانت مجرد كلمة للاستهلاك الإعلامي وأنه يعرف أن إسرائيل دائماً نحن نتحدث عن مقال شام درشون أن إسرائيل تحاول تملص من اشتراط المغرب فتحة قنصلية أمريكية بالداخلة مقابل رفع العلاقات مع إسرائيل إلى مرتبة السفارة بدل مكتب اتصال محدود الصلاحيات كما هو الآن وهذا ما يفسر لجوء ديفيد دائماً ونعود دائماً إلى ما أشرنا له في بداية المقال أنه ضد العراف الدول المصير أن واحد يعلن نفسه سفير دون أن تعلنه البلاد التي سيكون فيها سفيراً وهو ما يفسر لجوء ديفيد إلى تويتر إلى تويتر لفرض سياسة الأمر الواقع على المغرب يعني تصوروا أنه وصلت بهديرة المخزن وصل احتقار المخزن من طرف العالم لأن اليوم العالم يحتقر المخزن محتقر ومنبوذ في العالم منبوذ حتى ذوك الذين يعلنون بأنهم يناصرونه يحتقرونه لأنهم يبحثون فقط عن مصالحهم المادية فقط يعني ما عندهم سوق لا فيه في المليك ولا في المخزن ولا في استمرارته ولا أي شيء يعني ينظرون إليه بنظرات احتقار كيف ما هو سبحان الله يعني ينظر إلى الشعب المغربي بنظرة احتقار إذن يقول وهذا ما يفسر لجوء ديفيد إلى تويتر لفرض سياسة الأمر الواقع على المغرب يعني تصوروا القائم بالأعمال القائم بالأعمال الإسرائيلي في المغرب يفرض أجنته على المغرب تصوروا تصوروا هذا اللي يقول لكم احنا وقدا والمليك والقرارات قصاروا وها نعام السيدة يا نعام السيدة يا الله يبارك السيدة يا الله يسيدي يا سيدة يجي قائم الأعمال القائم الأعمال يهينه ويفرض إرادته وبعد ذلك يجي واحد يقول لي لا رأي ما شي زريبة هذا رأي فاتت زريبة فاتت زريبة فاتت فاتتها بملايين من السنوات الضوئية كاينة شي دولة اليوم عندها سيادة تسمح بمثل هذه السلوكات واش كاينة شي دولة عندها سيادة تسمح على أنه واحد يجي يفرض عليها رأيه رأيه ياك الجزائر اللي تسبوها يوميا وتشجمونها أو فاعلة وتاركة والقابرانات وما نعرف هاش وجنون الحمر يعني هم اللي في ناظركم انتم هم اللي تحكمين في الجزائر تقبل تقبل الجزائر لأنه يجي واحد يهينها داخل داخل الجزائر يكون ديبلوماسي ولا يكون قائم بالأعمال ولا يكون اللي بغي يكون تقبل ولا تقبلها تونس ولا تقبلها إلا في الزريبة إلا الزريبة هي الزريبة هي الزريبة إذن هذا ما يفسر نجوه ديفيد إلى تويتر لفرض سياسة الأمر الواقع على المغرب وفرض نفسه سفيرا يعني يبغي يفرض نفسه سفير على المغرب وفين هو شعب الكل من كل ذلك فين هو الشعب المغربي من كل هذا واش عنده شي قرار هل يستطيع أن يحتج هل يستطيع أن يخرج للشوارع هل يستطيع لأنه يعبر على الرأيه هل يستطيع لأنه يرفض هذا الشي اللي واقع ممكن لا يمكن ولا حد يمكن الله يعطيك الصحة لا يستطيع إذن تصور هم هم الحمالة هم اكثر من اكثر من اشدرات خليه 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 مدافع عن سيده إذن تصور أنه وفرض نفسه سفيرا على المغرب وفرض نفسه سفيرا في ضرب سافر لكل الأعراف الديبلوماسية إلا أنه تحت ضغط عليه وافق الرد على سؤال العسري بخصوص قضية الصحراء ولو بكلمات منمقة من قبيل السلام والحوال واستغربت لاستغراب قراء هاسبرس لهذا الرد البارد علما أن أمريكا من اعترفت بمغربية الصحراء وليس إسرائيل وعلما أن إسرائيل تقايدوا مغربية الصحراء باعترف المغرب بيهودية القدس تصوروا تصوروا المخزن المخزن شنهن المقابل اللي باغي يحصل من من هذا الموضوع باغي يحصل قال لك على مغربية الصحراء من وانت ما يقلت الصحراء مغربية وطاج القوير ولا عرف هاش وانش من الأرض وان فريط وان جنود مجنادين انتو ما يقلت الصحراء الصحراء لكم يقلت ومشيت وقع مشيت المسيرة الخضرة والصفرة والحمرة ومشيت 355 و355 ومشيت وحررت وفعلت وطرقت والبيع والشيراء والتنمية وسبع درهم ودرهم لكن انتو ما قلتوا هذا الشيء كابليا عندكم الصحراء المغربية وحاصلين عليها لماذا اليوم تبحثوا على حد يعطيها لكم لماذا تبحثوا عن دولة أخرى والله كيان آخر والله شيء نظام مع عفنين كيد يعطي يعطيكم يعطيكم السيادة هل هناك شيء دولة تقولك انه هذه أرضية وانني انا متواجد فيها وانني اه اه اتصرف فيها كما اشاء ولكن خاص نين مشي لبحث على شيء دول تعطيني هذه الدولة وتعطيني هذه السيادة والروج لا في وسائل اعلام كاي الحد يقد يسرح ان هذه خالطة جلوطة اللي موجودة في المغرب خالطة جلوطة يعني لا يمكن على انك تلقى لها تفسير اذا المغرب كان يريد المقايضة واسرائيل تريد المقايضة اسرائيل بغي يهودية القلص يعني جهوة كذلك ويعطيها شيء لا يملك هو يعني هو موجود في مغرب الارض وهي موجودة في مشرق الارض وهو سيعترف لها بيهودية القدس وهي ستعترف له بمغربية الصحراء خالطة جلوطة خالطة جلوطة في ذلك اليوم اي السادس عشر من مارس السر لي ديفيد ان ناصر بوريطة كان يرفض اللقاء به تصوروا انه ناصر بوريطة عفو يعني من ضمن الاسراء انه تقول هذه الصحفية المغربية الشام درشون انه ديفيد اصر لها اصر لها يعني اعطاها سر انه ناصر بوريطة كان يرفض اللقاء به بوريطة بوريطة لماذا 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 لا يلتقي به كدام وسيل اعلام ويزوزو في التليفزيون بوريطة وعيطل حريرا بوريطة وعيطل هذه صحافة عزاكم الله الزبالة كاملة تصور هذا الشي تعطيه للشعب لماذا يعني في نظركم لماذا لأنهم عارفين بأنهم يكذبوا عارفين بأنهم يخربوا عارفين بأنهم ما معارفين كيفاشي يتصرفوا عارفين بأنهم بغين يدوش من حق عارفين بأنهم يدافع عن شيء من موقع ضعف ومن موقع خطأ اذن كان يرفض اللقاء به لكنه استجاب لضغط من وزارة خارجية اسرائيل واللوبي المغربي الذي يخدم مصالح اسرائيل في المغرب وقام باستقباله ولو على مضط تصوروا أنها البرويتة التي تتكلم عنها هذه البرويتة التي تحاول على أن تنفخوا فيه وقال لك لمقاس وما لمقاس وإلى تكلم معك ينطر لمقاس وإلى تكلمت معه يقول لك نفتح صفاق القنصلية وينفخوا فيه أنا لم أتنعتوه لأن أنا خدمت معه أنا خدمت معه أنا سافرت معه ما ننتظرك أنتت تقول لي شكور هو البرويتة ولله نسافرت معه في طيارة واحدة وخدمت معه في الممتحدة في مكان واحد وأعرف شخصيا وعرف ني شخصيا ما تجي أنتت نعتلي شكور شكور هو البرويتة لماذا في نظركم البرويتة يقبل يقبل على أنه تعطيه جهة ضغوطات من الخارجية الإسرائيلية ومن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية باش يستقبل ديفيد ولو على مضض يوم معا من خدام بوريطة معا من خدام هذا بوريطة واش خدام مع الشعب المغربي خلصوا الشعب المغربي ولا خدام مع صاحب الدجاجة خلصوا صاحب الدجاجة ولا خدام مع إسرائيل خلصوا إسرائيل والله يقولن شمن شجية خدام معا واحد الشخص اللي يتلقى تعليمات من جهة أخرى باش يقوم بعمل معين ولهذا تأكدونا راها نحن تكلمو عن الزريبة راها الزريبة تعفوش الزريبة فاتت الزريبة لها يك ماشي كلاميانا يك هذا ليس ليس كلاميانا مجبتم من من عندي هذا كلام كلامكم هذا كلامكم كلام وأصواتكم كلام كفاءاتكم كلام ناس اللي تستطيع لأنها تتكلم وعندها الجراء تتكلم في ذلك اليوم كان الرجل في حالة غريبة مرتبكا ومتوترا وكان يريد الإفصاح عن عبء يثقل كاهلة فكان من بين ما قاله أن هناك من يحاول أن يرتب له رقاء مع المنصور مدير لاجات مش تعرفوا هذو الناس كيفاش خدامين هذو الناس ماشي عمني يجتمع وشي يجتمع مع الشعب وش يجتمع مع الشعب وش يجتمع مع الشعب وش يجتمع مع الشعب وتكلم مع الشعب لا هذا يجتمع مع المخابرات ويجتمع مع صاحب الدجاجة والله يجتمع مع بوريطة ولكن شي حد عنده علاقة بالشعب والله بإرادة الشعب والله بالشعب المغربي لا يمكن على أنه يجتمع معه إذن قالك فكان من بين ما قاله أن هناك من يحاول أن يرتب له لقاء مع المنصوري مدير لاجات أو في نظركم مش لا يناقش ديفيد مع مدير لاجات شنوه نموش ترك بين القائم الأعمال الإسرائيلي في في السمهوه في المغرب مع مدير لاجات شنوه لي واش اليوم ممكن على أنه السفير لولايات المتحدة الأمريكية يجتمع مع لاجات مع مدير لاجات وش السفير فلاني يجتمع مع لاجات بش من مناسبة بأي تعلاق ولماذا شنوه الملفات اللي ممكن يعالجه شنوه المواضيع اللي ممكن يتكلموا فيها وأنه طلب مرارا لقاءا بوزير الداخلي الفتيت لكن طلبه قبل بالتجاهل ثم سكت الرجل وكأنه يحاول استجماع قوته واقترب مني وهمس أيضا لدي أوامر بلقاء رجل في المغرب حاولنا الوصول إليه بشتى الطرق لكننا فشلنا وأخبروني أن علي أن أجد طريقا إليه بأي شكل نظرت إليه انتظر أن ينطقي اسم هذا الرجل كانت شفتاه ترتعيشات اعتقدت أنه بسبب حالة التوتر التي تعتريه حين يكون مضغوطا من رؤسائه لكن الرجل كان بكل بساطة يخشى نطق اسمي المطلوب رقم واحد في إسرائيل أخذ نفسا عميقا ثم نطق هامسا حشومي فأطلقت ضحكة الرنانة وقلت له ساخرة يا الزغبي بالخلعة تلفت لإسم سميت الحموشي أو الداود حموشي الحموشي إذن شنو علاقة ملي كذلك الحموشي بأن يجتمع بي دابد ما معنى ما معنى ما معنى أن يجتمع القائم بالأعمال يعني يجتمع مع المنصوري يبحث على الاجتماع مع المنصوري يبحث على الاجتماع مع وزير الداخلية كل شغال لا المسؤولين للأمنية ويمشي ويبحث كذلك على الاجتماع بالحموشي لماذا؟ لماذا في نظركم؟ لماذا يعني لماذا كأن هذه اللقاءات فقط مع هؤلاء المسؤولين الأمنين فقط لأنهم لأنه أصلا جاي بمهمة أمنية يعني أرجعي بمهمة أمنية ما عنده علاقة لا بالشعب ولا بانتظارات الشعب ولا يمكن أن يقدم شيئا للشعب ولا يمكن للشعب المغربي أن ننتظر منهم شيئا واللي جابهم واللي يعني فتح لهم هذه الزريبة على مصرعيها لا يريد أن يربح منهم إلا ما هو أمني ولا عسكري ولا مخابراتي ولا شيء فقط ولكن أن يستفيد منهم الشعب ويكون عندهم شيء مردود على الشعب فلا يرجى ذلك تقول لماذا أحكي هذا الآن؟ لأنني لازلت أحتفظ بأوراق كثيرة ولن أتردد في إخراجها ورقة كلما لاحظت أن الدغط الإسرائيلي على المغرب فات حد وأن اللوب المغربي الذي يخدم صالح إسرائيل والإمارات في المغرب تجاوز حدوده بكثير وأن الإعلام في المغرب انبطح حالي دبلوماسي كان يرتعش حين يلتقي صحفيا ويقول لي حين أطلب منها أن يخفي خوفه شامع عليك أن تتفهمي أني في مصر كنت ممنوعا من مقابلة الصحفيين ومن مقابلة أي مصري من دون إذن بل حتى كانوا يجتمعون بالسفراء ولا يبعثون لأي دعوة في نظركم لماذا هو يحدثها عن ما كان يعيشه في مصر لأنه حينما كان يعيش في مصر كان رغم ما يقال عن النظام المصري ورغم ما يقال عن دكتاتوريته كان شوي في احترام للشعب المصري كان في شوي من احترام للشعب المصري لكن في الزريبة ما كان لا احترام لا للشعب ولا للزريبة ولا المؤسسات ولا شيء قال للدولة ولا أي شيء افعل ما تشاء العكس تفتحه لك الأبواب أكثر ربما احتم الشعب المغريبي ديفيد جوفرين الذي كان فأرا فأرا في مصر تقول الصحفية المغربية يحاول أن ينتقم في المغرب ويكون أسدا ووجد ثغرة يخفي من خلالها خوفه من التصريحات الإعلامية وهي تغريداته على تويتر مستغلا أن الصحافة في المغرب صحافة تمارس في أغلبها كذا وكذا وتكتفي بنقل تغريداتها على أنها حقيقة وواقع دون أن تنتبه أنها باتت سلاحا سهلا ضد بلدنا وأمننا شوفوا الناس كيف ينظرون شوفوا نظرة الناس فعلا الذين يحبون بلدهم الذين يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق في بلدهم أن هذه الأمور قد يستصغرها كم من حد يعني كم من حد يستصغرها يعني يقول لك هذا شيء عادي جدا وليس يتكلم فيه هو عادي ويفعل ما يشاء في المغرب ولكن الناس تعرف خطورة هذا الأمر يعني يعني الناس تعرف خطورة هذا الأمر عارف بأنه هذا الأمر سيفتح عليها يعني باب جهنم يعرف محيط ديفيد أن تغريدته الأخيرة كانت متعمدة هذه التغريدة اللي قال فيها بأنه أصبح سفيرا لذلك يهتمون منذ نشرها بمعرفة ردود الفعل عليها في المغرب وخاصة الوزارات الخارجية يعني تصوروا وصلت وصلت حسب يعني ما جاء في المقال أنه وقاحة واحتقار واحتقار الخارجية المغربية واحتقار المسؤولي الزريبة أنهم باتوا يكتبون في تويتر أو يوحون إلى هذا الشخص أنه يكتب في تويتر أنه عين سفيرا باش يشوفوا فقط ردة فعل المخزن وردة فعل وزارة الخارجية بالأسس تصوروا يلا بحالة واحد شيء واحد قاعد في شي حاوش من الغنم ومع العرصة ومع الشياء والنعاش والتوفاء وقول ذاك اللي يبغى وقرر ذاك اللي يبغى ويأتي واحد يقول لك إحنا دولة وإحنا قوة إقليمية إحنا عنا الخارجية وإحنا عنا الخارج الداخلية وعن السماء وعن التراب وعن صوروا يعني مستوى الاحتقار اللي يمارس على هذه الزريبة وكيف أنه واحد ينظر هاي مؤسسات بحال اللعب يلعب بحال طف صغير عنده لعبة بيني دي في الوقت اللي خاص تكون ديبلوماسية محتارة ما هو فيها الأعراف وهذه أعراف ديبلوماسية دولية مش وضعها هو ولا وضعها أحسن اكتفى بوريطة بالرد لا تعليق يعني تصوروا أنه حتى بوريطة هذا اللي يعني ينفخونا بشرك هذا العياشة لم يستطع أني معلق في مثل هذه الحالات خاص الخارجية تخرج ببايا تستنكر ولا تنفيه ولا تؤكد ولا تستهجين ولا تستدعيه ما يقدوا يستدعوه ما يقدوا يستدعوه شافوا التويتر وسكتو بلعوا لسانهم أما صحيب الدجاجة مشغول طبعا مشغول بتشكيل إن شاء الله الانتفاخات والحكومة الجديدة والسياسة الرشيدة والسياسة السعيدة وسياسة خديجة وسياسة اكتفى بوريطة بالرد لا تعليق في تصرحه لهيسبريس حول تغريدة المراهق ديفيد لكن نفس التقريق كان ملغما فالاستنجاد بباحث سياسي سمع فقط عن إسرائيل ولا يعرف عنها إلا ما تجبره أموال أبوظبي أن يقول عنها وذكي شيديال أحقام أحقاء إعلان ديفيد عن تعيينه سفيرا هو بداية للانتقال إلى مرحلة السفارة وتطبيع كامل بلد البلدين واتفاق تحت الرعاية الأمريكية لا يعد في أن يكون كذا وكذا هذه المرة باسم التحرير السياسي لا يزال في جعبة الكثير ولكن توقفني تعليقات من قبيل مالكي تقلبت عليه مالكي تقلبت عليه إسرائيل يكنت مع التطبيع لأن أصحاب هالمستأشرون يعرفون جيدا أني أضغطه بكل ما أتيت حتى لا يسقط المغرب في الفخ سمع سمع العياشي سمع أسمع اللي غارت طبال سيدك قاماك عارف ذا اللي طبال له شنو سمع اللي انتقاماك عارف نين كاين ولا في الماشي ولا شي نتاظرك والله هذه الزريبتك في الماشي ولا شي نتاظرها الله يحفظي لي بدات الحرب غدا فيه لا يتمشي فيه لا يتمشي نتقع إلى بدات الحرب غدا منين تتمشي فين لا يتخزن فين منين لا يتمشي منين مشي اللي محيط لطلسي كلك الحوت منين لا يتمشي سيدك رأى أكفر عليك سيدك رأى يدير لك الطيار يرفض مع زكلها الكلاب والمشوشة اللي كان في القصر وولاده واخوته واخواته طرررررعا يطع في اسمه وفا في اسمه وفا في فرانسا الصلاة الاقصار واجت مفارش مقاد كل شي في الشونزيليزي او انت في لا يتمشي فين؟ هنا هتمشي لها دسعيد هنا هتخزن يعني تمشي شي كدية والله تمشي شي غار والله تمشي اذا تقول اني اضغط بكل ما اتيت حتى لا يسقط المغرب في الفخ ويقدم صفارة قبل ان تفتح قنصلية امريكية بالداخل يعني شك عنها لا تفتح قنصلية في الداخل المحتل ولن اتوقف حتى ولو فاز غلمان وابو ظبي الذين تختم بهم الامارات كذا وكذا الاسرائيلي لذلك الحين على ديفيد غوفري ان يتصرف كدب الماسي وان يبدأ في اصدار تصريحاته الى الاعلام عبر بلاغات تخرج باسم مكتب الاتصال الاسرائيلي الذي لا يزال مجرد مدير له وعلى صحفتنا ان تتوقف عن نقل تغريداته لانها بنقلها هي تساهم في زعزعة امن المغرب في زعزعة امن المغرب عن جهل وربما عن علم وعليها ان تتعلم ان تخاطب في كل تغريدة تراها مهمة ديفيد مباشرة وتطلب منه تصريحا وان رفض الرد تكتب انه رفض وبذلك تقطع عنه سمه الذي يحاول ان ينفثه في المغرب عبر تغريدة وانا متأكدة وهو يكتبها انه يقهقه ضاحكا من سذاجة المغاربة اسمع 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 كيف يبهد لك هذا النظام تصور انت كيفاش يجفف بك هذا النظام تصور كيفاش يحتقرك يحتقر الكتاب يحتقر الاساتيذة يحتقر الاطباء يحتقر الممردين يحتقر الوزراء يحتقر التكاتير يحتقر جميع جميع يدوسوا على أقدامهم جميع ما يسواه عن دول جميع ما يسواه قرام عند هذا النظام جميع ويخلي الناس الثانية تضحك فيكم يعني يخلي حتى العنظمة الأخرى تضحك فيكم ويخلي حتى العنظمة الأخرى تجفف فيكم مترا يخلي واحد يجي هو مجرد مدير لمكتب الاتصال ويضحك فيه يستهزأ منك يجري نقول لنا أنت نعصر قرن الحضارة أنت عندك مليار قرن الحضارة تقع حضارتك وحدها أنا متأكدة أنه يكتبها وهو يقهقه ضاحكا من سذاجة المغرب وصحافتهم التي تتحوله إلى المقيم العامي في المغرب تصور حتى الصحافة التي كان خاصها يعني تخدم بشكل مختلف الصحافة رأس الصحافة شنو دورك الصحافة خاصة تطرح لا سيدة الجريئة خاصة تبحث وتحقق وكذا ولكن في الزريبة كل ذلك ممنوع لأنه كل ذلك يؤدي إلى السجن إلا مشيت في هذه الطريقة فوجد رأسك للحبس إلا بغيت تبرع مع رأسك تدخل معه باطاطا بريس ومعطيشها البريس والحيس بريس ويهيس بريس والخيس بريس والخيار بريس تدخل مع هادوك فإغضي ليقون عليك الأموال وتفتح لك الإشهارات وتتبرع مع رأسك وتدخل عندك المقر فلاني وتعود ولكن خاصك الفضائح وخاصك كذا وخاصك تتكلم في عراض الناس وخاصك تبقى تنشر تعد تسبق ليصطفية دي البريس من كلها يعطيق له شي معارض يسبق تعلموك بالبداية يقول لك رأنا احنا ماشيين يقول لك البريس يقول لك شوف رأنا احنا ماشيين نعتقلو فلان مفلان يقول لك رأنا عدنا نكون حتى الساعة يقول لك تعد قدامنا حط الكاميرا قدام العمارة كما فعلوا مع مع سليمان الريسوني ايه في زريبا شي كايد هذا الشي الكايد لدراجة أني يعني وأنا وشاهد هذيك شوف خيخي سبحان الله يعني وخصصا هذيك عرابتهم التي يعني فين ما كاين شي فاضيح الله يحفظ فين ما كاين شي مصيبة فين ما كاين شي جريمة في المغرب تلقاها في الميكرو في الليل وفي النهار وفي الفجر وفي الليل وفي الصبح وفي الحد وفي السبت لدرجة أن الله سبحانه وتعالى يعني مسخها الله يعني يعني مسخها الله وجهها متسخ سبحان الله متسخ لما والله شفتها البالح يعني في هذاك الفيديو هذيك اللي يلقا وطيحها في حاسي والله مكتلت ولا تحت في حاسي سبحان الله وجهها لا من كثرة الجرائم الله يحفظ اللي يسموه لأنه أكيد راه ذاك شي عنده تأثير الإنسان يتم تبع جرائم عباد الله والأعراض وشعد وكذا وخوك وخالك وفمت وزين المحاري والمصائب الكحلة وش هذه الصحافة بسمه وش هذه الصحافة اللي ينتظر الشعب المغربي وش هذه الصحافة اللي خاصة تقوم بدورها وش هذه الصحافة اللي خاصة تبحث وتنبش وكلها توقف عن حده وتبقى تطرح لأسئلة الجريء وتتصل ببوريت وتتصل بصاحب الدجاجة وتصل بالدجاج حتى هو اللي معاه وتصل بالكوري وباللبقار اللي معاه وبالله مسؤولين تسولهم لماذا تركعونها لسيدكم وش لأنكم تريدون تريدون فقط الملاينات وش أنتم مصلاً قابلين هذه الطريقة في الركوع والسجود إلى سيدكم وش وش شفتوا محمد وش مزار محمد الخامس كان في القامار والله أبدأ يعني هذه الأسئلة الخاصة خاصة تنطرح تحياتي لكم أشكر لكم خاريس المتابعة وأتمنى لكم ليلة طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته